رسائل اسرائيلية واضحة لنظام الاسد بعد كل قصف وما اضطربات الاخيرة على مطار دمشق ومنطقة الكسوة الا معاقبة للنظام لاستمراره في دعم ميليشيات ايران هذا ما كشفه معلق شؤون الامنية والعسكرية في صحيفة جدعوت احرانوت رون بن يشاي تستمر تل ابي في كل مرة بتخيير الاسد اما طهران او ضرباتنا الا ان الامر هذه المرة مختلف تماما عما مضى توضح يدعوت احرانوت وتقول ان القصف الاخير هو لمعاقبة النظام لاستخدامه الطيران المدني في نقل معدات قتالية الى حزب الله واضعاف انظمة دفاعته الجوية فابتعد عن ايران كي لا يطولك الشرر لم تقتصر اهداف الضربة الاسرائيلية الاخيرة على تهديدات لنظام فحسب فالهجوم المزدوج كما قالت الصحيفة يهدف الى منع وتعطيل مشروع الصواريخ والصواريخ الدقيقة بالاضافة الى منع استنساخ تجربة حزب الله الذي يحاول تهريب اجهزة تحديد المواقع التي تسمح للمصانع في سوريا بتحويل الصواريخ الى صواريخ دقيقة وما بين الرسائل الاسرائيلية للنظام والقصف المتكرر على ميليشيات ايران يبدو ان تل ابيب مصممة وبشكل لا يدع مجالا للشك على قطع اذرع طهران بغض النظر عن الوسيلة والطريقة في ظل خيوط جديدة باتت تتكشف بعد القصف الاخير ضمن رسائل واضحة ان عدتم عدنا